صباح الخير أود في بداية هذه الكلمة أن أوجه شكر وامتنان معهد العالم العربي للبروفيسور محمد شحرور على حضوره ورعايته الكريمة لفعاليات كرسي معهد العالم العربي الذي يستأنف نشاطه الفكري في حلة جديدة شكلا ومدمونا ومحاضرة البروفيسور التي سيبقيها بعد قليل هي أولى اللبنات في مصار معرفي الغاية منه تجديد وتحديد آليات مقاربة ومساءلة الفكر والطرات مع تفكيك للمثل اللاهوتي وهو ذات المسروع الذي فتح آفاقه البروفيسور ووجد تجسداته الفعلية في أشغال باحثين سليل تخصصات فلسفية أنتروبولوجية سياسية وتشهد على ذلك العديد من الأطرحات الجامعية التي تناولت نتاج محمد شحرور والحقول الفكري التي قاربها سيكون لترجمة بعض نصوص الدكتور شحرور باللغة الألمانية الإنجليزية والفرنسية قادما وقع هام في التعريف بهذا النتاج لدى الجمهور الأوروبي وبالمناسبة فستكون بعض كتب الدكتور شحرور حاضرة في معرض الكتاب لفرونغفورت في أكتوبر القادم كما أتوجه بجزيل الشكر للحضور الكريم الذي يمثل نخبة عربية فرنسية نوعية وفاعلة في المشهد الفكري في المهجر وفي مجال الدراسات الإسلامية على مختلف أطيافها ويرجع الفضل لهذه النخبة في محاربة الصورة النمطية التي يمررها الإعلام الغربي عن الإسلام والمسلمين وأيضا محاربة منطق الانتكاس الماضوي الذي جعل من الماضي مستقبلا للأمة العربية في هذه الضرفية التي تشهد مدا كاسحا للراديكاليات الدينية السياسية العرقية فإن العمل الذي تقوم به هذه النخبة سواء في فرنسا أو أوروبا بشكل عام على مستوى فكري وإيتيقي في غاية الأهمية هي التي نعمل على تمريرها هنا في الكثير من فعاليات وأنشطة معهد العالم العربي في هذا السياق ارتأينا هنا بمعهد العالم العربي وبمبادرة من الدكتور معجب الزهراني أن نجعل من كرسي المعهد فضاء ومجالا للتحاور والتناظر النقدي والفكري باللغة العربية وهي سابقة في تاريخ المعهد سيفتح هذا الفضاء في وجه الباحثين والمفكرين وكل من يروم تعميق النظر في مقتضيات الفكر العربي وسبول تحديثه بناء على مناهج حديثة سنسعى إذن أن نجعل من الكرسي آغورا للجدل والتفكيك نحن على وعي بأهمية وخطورة هذا الرهان المعرفي الذي نأمل أن يستقطب اهتمامات جمهور عريض من الباحثين والطلب والمفكرين رجالا ونساء وستمكننا رعاية المركز الذي يشرف عليه الدكتور شحرور وكذا الخراط المفكرين والجمهور في مشروعه من تحقيق هذا الرهان مرة أخرى وكذا يشرف على مناهج حديث Alors tout d'abord je voudrais adresser mes plus vifs remerciements et la reconnaissance de l'IMA au professeur Mohamed Chahrou d'avoir été parmi nous et d'avoir apporté son soutien à la chaire de l'IMA qui reprend ses activités sous une forme et un contenu nouveau. La conférence du docteur Chahrou est un premier pas sur un sentier de la pensée dont l'objectif est de renouveler et de moderniser les outils d'études et d'approche de la pensée et de la tradition avec comme souci principal la déconstruction du corpus théologique. C'est ce même projet dans lequel s'inscrivent également les travaux de chercheurs issus de disciplines philosophiques, anthropologiques, politiques. En témoignent les nombreuses thèses universitaires consacrées à l'oeuvre du professeur Chahrou et les champs d'études qu'il a traités et approchés. Je voudrais également remercier nos amis invités qui représentent une élite active sur la scène de la recherche des études islamiques. Le mérite lui revient dans la lutte contre l'image stéréotypée véhiculée par les médias occidentaux sur l'islam et les musulmans et également dans le combat contre la régression qui fait du passé l'unique avenir possible des sociétés musulmanes. Dans ce contexte qui voit une poussée dévastatrice des radicalismes religieux, politiques, ethniques, le travail entrepris par cette élite est un travail pédagogique et éthique de la plus haute importance. Dans ce contexte, nous avons voulu à Lima et sous l'impulsion du docteur Mouajab Azharani faire de la chair un espace de dialogue et d'échange en langue arabe. C'est une première dans l'histoire de Lima. Cet espace sera ouvert à tous ceux, à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent approfondir la réflexion sur la pensée arabe et les modes de son renouvellement et de sa modernisation selon des méthodes nouvelles. Nous tenterons donc de faire de la chair de Lima une agora pour promouvoir l'esprit de dialogue et de déconstruction. Nous sommes conscients de l'importance et de la gravité de cet enjeu et de ses retombées culturelles et scientifiques. Le soutien du docteur Mohamed Chaharor et l'adhésion des penseurs à ce projet nous permettront incontestablement de le mener à bien. Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre présence et nous remercions le docteur Chaharor et son équipe de nous avoir honorés par leur présence. Maintenant, je passe la parole au docteur Mohamed Chaharor, le directeur général de la Sécurité de Montréal. La parole est maintenant au docteur Mohamed Chaharor, le directeur Mohamed Chaharor, le directeur général de la Sécurité de Montréal. Le directeur Mohamed Chaharor, le directeur général de la Sécurité de Montréal. Je suis dit à tous aux amis les femmes, les personnes, les amis, les personnes et les jeunes. le directeur général de la Sécurité de Montréal. وهي بسم الله الرحمن الرحيم ولعلها فرصة ثمينة أن يتزامن تفعيل هذا الكرسي مع الخمسية الجديدة لفرنسا العميقة فرنسا التي نحب ونحترم فرنسا التي دشنت عصر الأنوار فرنسا حقوق الإنسان التي أسهمت بقصة وافر في يقظة ما يسمى بالوعي القومي في العالم العربي ولاحقا في تشكيل ما يسمى اليوم بالعالم العربي حين بشرف العمل في هذا البيت الجميل النبيل في سبتمبر الماضي كان يواجهني رهان ممكن أن يواجه أي شخص آخر وهو ماذا يمكن أن أضيف لمؤسسة تعمل منذ ثلاثين عاما وفيها من الطاقات والكفاءات الكثير وهذا السؤال مبرر بمسألتين الأولى أن علاقتي بالعمل البيروقراطي تكاد تشبه علاقة الطائر الحر بالقفص لم أتعود ولا أحب كثيرا الانقلاق في هذا النمط من العمل الإداري الروتيني وبالتالي كان لابد أن أستحضر تجاربي المتواضعة في الجامعة حيث عملت ربع قرن وبدأت قبيل مجيء إلى باريس أفكر في بعض الاجتهادات التي كنت أمل أن تضيف جديدا وأن تترك أثرا بعد أن نغيب عن هذا الموقع لأنني أعي جيدا أن هناك أعمدة في المعهد وهناك وناس عابرون وأنا من العابرين لهذا السبب استثمرت علاقاتي بالوسط الثقافي العربي من المغرب إلى الخليج حيث شاركت في عشرات بل ومئات الندوات واللقاءات الحوارية وسعدت كثيرا بمعرفة الوسط الثقافي العربي في مجمله وفيما يتجاوز الوسط الأكاديمي من هنا شاورت وحاورت رئيسنا جاك لونغ الذي يبلغكم جزيل تحياته وكان معنا البارحة في الفندق وهو مضطر للغياب ومضطر للغياب نتيجة لمصادفة سعيدة عابرة زارنا ملك المغرب الأسبوع الماضي فدعاه بشكل شخصي وإلا فهو كان مخططا أن يكون معنا فحينما بدأت العمل وجدت أن هناك ربما مجالات استطيع أن أشتغل فيها ونضيف بعض الإضافة وصارحته بأن معهد العالم العربي يجب أن يتكلم اللغة العربية بشكل أفضل وأن مع هذا العالم العربي يجب أن يكون مضيافا مع المثقفين والباحثين العرب غير الفرنسيين غير الفرنكفونيين وأن مع هذا العالم العربي يجب أن يترحل قليلا ليخرج من باريس ويحضر في الضفة الأخرى للمتوسط لأنه غير معروف كثيرا هناك وللأمانة وجدت منه كل التفاهم والدعم ولذا غامرت بدون أن أعود إليه في التفاصيل بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات ثقافية معتبرة في منطقة الخليج وفي شمال إفريقيا وفي الأردن وسيتصل هذا المشوار ومن هنا كنت أبحث عن تحويل هذه الرؤى والمشاريع إلى بنية قادرة على أن تحتضن هذه التصورات فوجدت أن هناك كرسي مع هذا العالم العربي سبق وأن دشنا في عام 91 أمية وألف وأنتج مجموعة كتب دازلت عندي في المكتب واحد للأستاذ الجميع عبدالعروي والثاني للباحث الشهير محسن مهدي ثم توقف هذا الكرسي وحينما سألت كيل لي أنه توقف لأسباب مادية ولم أقتنع قط بمثل هذه الحجج لأن لدي تجربة بسيطة حينما إنشاءته كرسية غازي القصيبي في جامعة خاصة في الرياض وتحمس له كثيرون وهو يعمل منذ خمس سنوات ولعله أصبح أشهر من الجامعة التي أسس فيها من هنا عقدت العزم مع بعض الأصدقاء والسومالاء في المعهد على أن نحي هذا الكرسي وأن نطلقه من جديد ليحتضن هذه المشاريع وهي الآن ثلاثة لا أدري ربما أو أرجو أن تغتني أكثر فأكثر المشروع الأول يتمثل في هذه الأنشطة الفكرية التي أشار إليها الزميل والصديق ماطي قبال قبل قليل فنحن في أمس الحاجة إلى العمل الفكري المعمق لأن وكما قال بالرشد منذ ثمانية كرون فوضى الفكر تؤدي إلى فوضى العمل وأزعم أننا نعاني كثيرا في عالمنا العربي ومعظم العالم الإسلامي من فوضى الفكر ومن خطورة فوضى العمل التي أوصلتنا أحيانا إلى مواقع لا تخطر على قلب إنسان حينما الإنسان يفجر نفسه أو يفجر مقهى أو مطعم أو مسجد أو حتى أحيانا على باب الحرم المكي والمدني حاولوها فهذه أمور حتى الحيوان يحافظ على وجوده يحافظ على نسله يحافظ على منزله أو مسكنه من هنا هذه الأنشطة نأمل أن تسهم بشكل فعال في إصلاح الفكر وفي تحديث الفكر ولعل كثيرون ولعل كثيرين مثلي يدعكون جيدا أن إصلاح الخطابات السائدة يبدأ دايما بإصلاح الفكر السائد والفكر السائد عندنا هو الفكر الديني إلى اليوم والفكر الديني التقليدي تحديدا طبعا ما كان لهذا المشروع أن يتم لو لا تفهم أستاذنا جميعا دكتور محمد شحرور ومساندته القوية وهو الذي يعمل في هذا الحقل أو في هذا المختبر منذ أكثر من عقديم من الزمن وكثيرون منا قرأوا أطروحاته المتميزة وهي أطروحات من داخل الفكر الإسلام وهنا أهميتها لأن كثيرون كتبوا عن الفكر الإسلام باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية لكن هذه الإضافة التي يباشرها أكتور محمد شحرور وآخرون معه ومن قبله هي أننا في أمس الحاجة إلى قراءة محايثة ما يسمى بالقراءة المحايثة القراءة من داخل هذا التراث من داخل هذا النص وهذه ناحية مهمة جدا شكل المحور الأول لمشاريع الكرسي المشروع الثاني وهو أيضا تولد وتشكل في ذهني وأنا في الرياض قبيل المجيء إلى هنا وهو أن هناك رموز كبيرة في فرنسا وفي العالم العربي أسهمت بقسط وافر وضحت أحيانا كثيرة بالكثير من وقتها وجهدها لتعميق الحوار والتواصل بين فرنسا والعالم العربي بين أوروبا والعالم العربي والإسلامي ومن هنا ومن هنا بحثت قريبا حيث التزمت جائزة الملك فيصل بدعم كريم بهذا المشروع المهم في نظري المشروع الثالث لن أطيل التوقف عنده وهو أنني فعلا كنت أفكر منذ سنوات وعبر كرسي القصيبي في الرياض والآن عبر هذا الكرسي في جائزة علمية معتبرة للباحثين والباحثات الشباب في البدانة العربية وفي المهشر والسبب المباشر في ذلك أنني ألقيت ورقة في إحدى المؤتمرات بالأردن عن الخطاب العلمي في الثقافة العربية والحق يقال أنها أوجعت قلبي لم أبحث أو لم أعاني في ورقة في نذوة معرفية أكثر من هذه الورقة لأنني وأنا غير متخصص في العلم اكتشفت أن هناك معلومات وإحصاءات مخيفة إلا من نتنبه لها فلن يحصل أي تقدم جدي في العالم العربي الخطاب العلمي ضعيف جدا مفاهيمه أحيانا مقلوبة معكوسة ومنتوجاته في مدارسنا وجامعاتنا قليلة جدا جدا والأمر أيضا كما يقول البروشد نبين بنفسه نحن لا نجد في بيوتنا وشوارعنا ومقاهينا أشياء من منتوجاته وبالتالي فتشجيع العلماء الشباب على الإبداع هو بالنسبة لرحان مهم في هذه المرحلة خاصة طبعا لا أود أن أطيل سأتوقف هنا لكني واثق تماما أن الكرسي لن يتوقف هذه المرة أصبح هناك عقدة من الكرسي لكن هذه المرة الكرسي لن يتوقف إن شاء الله والسبب أننا نمضي في طريق حواري مفتوح ونلبي حاجات مشتركة ونحاول أن نحقق طموح الجميع هنا وهناك لكن أيضا السبب الأهم في اعتقادي أن هناك مجموعة من الأصدقاء وهم قلة كالأحجار الكريمة مؤمنون بالعمل مصرون على المزيد من الاجتهاد والإبداع وأولهم صديقنا ماطي قبال الذي عرفته منذ أن كنا طلابا في السربون الثالثة والصديق العزيز الطيب هو جلعروسي وهو على اسمه الحقيقتنا أين هو لا أدري أين هو لكنه لكنه من أكثر المتحمسين لهذا المشروع وله الدور الأساسي في الوصل لأنه يمتلك راسمان رمزي لا ينافسه عليه أحد وهو علاقاتها الإنسانية الواسعة والغنية جدا ثم صديقتنا وزميلتنا الأستاذ لويزا نظور وهي شعيرة ومترجمة وفاعلة ثقافية وسعدنا بتعاونها معنا لأنها تعمل ليلة نهار دون أن تتذمر قط إلى الآن لا أدري بعدين طبعا الشكر موصول لكم جميعا على حضوركم وكلنا أسف لمن أزعجناهم بالترحل والسفر ولعل ختام الشكر توجه به إلى كل العاملين في معهد العالم العربي إذ لو لا تعاونهم وتفهم لهذه الفعالية لما استطعنا أن نجزها اليوم وقد بدأنا الإعداد لها منذ أقل من شهر فقط لغير مرحبا بكم ويومكم طيب و سعيد شكرا 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 honorable assistance, permettez-moi de vous exprimer mon immense gratitude pour votre présence parmi nous à l'occasion de l'inauguration de la chaire de Lima. Cette journée, assurément mémorable, coïncide, quel hasard, avec le nouveau quinquennat qui réaffirme que c'est la France, que c'est la France profonde que nous connaissons, que nous aimons, tant qui a gagné. La France des Lumières, des droits de l'homme, qui a contribué à l'éveil des consciences dans ce qu'on appelle actuellement le monde arabe. Lorsque j'ai pris mes fonctions ici à l'Institut du monde arabe en tant que directeur de l'Institut, j'ai pris conscience et j'ai mesuré l'honneur et l'insigne responsabilité qui me revient. C'est donc naturellement que j'ai pris à cœur de relever le défi afin de contribuer activement à l'enrichissement de cette prestigieuse institution qui se veut un lieu de dialogue, d'échange de culture entre l'Europe, le monde arabe et entre nous tous et le monde. Ce souhait profond n'allait pas sans grande conscience que ce projet, les projets que je voudrais entreprendre pouvaient se heurter à des obstacles qu'on devrait éviter et dépasser. Monsieur Jacques Lang était le premier à me comprendre et m'encourager dès nos premières rencontres lors desquelles je lui ai soumis des orientations, trois orientations. La première, renforcer la présence de la langue arabe au sein de l'Institut du monde arabe. La deuxième, faire en sorte que l'Institut devient un espace plus hospitalier à l'égard des intellectuels arabes non francophones. Troisièmement, saisir de réelles opportunités pour permettre à notre Institut de rayonner encore plus à travers sa présence sur l'autre rive de la Méditerranée. Le soutien de mes amis et collègues n'étaient pas en reste. Il m'a insufflé un réel enthousiasme pour relancer et réanimer la chaire de l'onima, qui s'engage désormais sur un déshorizons et des intérêts communs dans un monde qui refuse toute forme de repli sur soi, dans un monde où le dialogue devient une nécessité pour apaiser et renforcer le vivre ensemble. Je tiens enfin à remercier chaleureusement tout particulièrement ceux qui, par leurs efforts, ont retenu plutôt, ont rendu possible cet événement. Je vous remercie pour votre attention et votre présence, le directeur général de l'Institut du monde arabe, M. 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 Mouacheb Zahane. M. Mouacheb Zahane. M. Mouacheb Zahane. وإمكانياتي لإنجاح هذا الكرسي وأقول لكم الآن أنا في العام 47 من بداية عملي أنا بدأت عملي في دراسة القرآن عام 1970 وإلى الآن لم أنتهي وهناك مواضيع جديدة ومواضيع جديدة وعندي مواضيع تستاهل ثلاث كتب إضافية لم أنجزها بعد وبخلال دراستي للعقل العربي الجمعي وتبين لي لماذا هذا العقل عاجز عن إنتاج المعرفة العقل العربي الجمعي عقل عاجز عن إنتاج المعرفة نحن ندرس في أوروبا الكيمياء والفيزياء ولكن لا ندرس صناعة السيارات ولكن لا ندرس كيف تنتج المعرفة بذاتها لأن هناك ثلاث مشاكل يعاني منها العقل العربي الجمعي واحدة منها تكفي أن لا ينتج المعرفة ولكن هؤلاء ثلاثة المشكلة الأولى التي يعاني منها العقل العربي الجمعي هي مشكلة الترادف العقل العربي الجمعي عقل ترادفي العقل العربي الجمعي لا يفردق بين الأب والوالد وبين الأم والوالدة لا يفردق لأنه عقل شعري والشاعر والشعر لا يعيبه الترادف والشعر لا يعيبه الخيال والشعر لا يعيبه الكذب هذه لا تعيب الشعر وقدموا لنا القرآن على أساس أن هناك كما لو أن هناك حصل مباراة في الشعر بين الله والشعر والله قاهرهم هكذا قدم أعزاز القرآن هذا قدم لنا النحية الثانية العقل القياسي عقل عاجز عن إنتاج المعرفة العقل القياسي عقل يحتاج دائما إلى نسخة أصلية ليقيس عليها يحتاج دائما إلى نسخة أصلية ليقيس عليها العقل العربي اليميني واليساري عقل القياسي اليسار كان قياسه نسخة أصلية الاتحاد السوفيتي ولا الصين ولا كذا والعقل الإسلامي قياسه عهد الصحابة الصحابة الخلافة إلى آخره هناك شيء أصلي ننقيس عليه هذا العقل لا ينتج معرفة والعقل العربي الصيغة الثالثة عقل اتصالي لا يسأل يسأل عن المسموح والممنوع قبل أن يسأل عن الموجود وغير موجود يسأل هل استعمال التلفزيون حلال أم حرام قبل أن يسأل كيف يصنع التلفزيون هذا العقل متناسب مع صيغة مستبدة ديكتاتورية تماما لأنه دائما في ذهني هل مسموح أم غير مسموح هل مسموح أم غير مسموح هاي الأساس في ذهني وهذا يتناسب تماما مع العقل مع البنية الدكتاتورية لذا عقل يتناسب مع الراعي والرعية هو عقل رعية يحتاج إلى رعي وتبين لي عندما فتحت التنزيل الحكيم الذي قال له القرآن أن كل الفقه الإسلامي كل الفقه الإسلامي من طلاق وزواج وإرث ووصية وقتال وعقوبات لا علاقة له في التنزيل الحكيم إطلاقا لا علاقة له بالمصحف إطلاقا المصحف شيء ثاني تماما شيء ثاني تماما من أين أتت تريد وقف وقف كميل ولو المحاضرة لا حسن لا لا ساوي الشغل هو وقف هنا أمر يجب أن يعرفه الجميع كيف حصل هذا كيف حصل هذا حصل ما يلي وهذا لم كل الدارسين المعاصرين لم ينتبهوا إلى هذه النقطة في القرن السامن ميلادي ولد شخص اسمه محمد ابن إدريس الشافعي ولد عام مئة وخمسين هجري سبعمائة وسبعين ميلادي في القرن السامن في القرن السامن كان ذروة الدلوة العبادية وعز الدولة قوية جدا في هذا الوقت طلع على العرب كانوا طلعوا على الثقافات التانية لأن منطقة العربية مليئة بالثقافات القديمة اليهودية والنصرانية والزردشتية والسومرية كل هذه الشعوب لها ثقافات قديمة جدا موجودة في المنطقة اتعرضوا العرب لهذا النوع من التحدي أنه لم يكن لديهم ثقافة ولكنهم بيديهم السلطة في هذا الوقت تم الاطلاع على الإنجيل لحد جديد الإنجيل هو السير الذاتي للمسيح وهذا صحيح أي الإنجيل يقول قال يسوع قال الرب وهو كتاب مقدس سياغ الإنجيل أنه سير الذاتي للمسيح والسيغة القربية ينرجوه قال يسوع أو يقوله قال الرب فجاءنا نحن المسيح قال يسوع قال الرب ليش محمد من المسيح إذن قال محمد هو وحي على غرار الإنجيل فاخترعوا لنا دينا جديدا وجعلوا من محمد كما هو المسيح أصبح محمد والصحابة هم مركز الإسلام السنتر كما أن عيسى هو مركز المسيحية فأصبح محمد والصحابة هم مركز الإسلام ونحيي القرآن على فرح تم تنحيطه فأصبح قال محمد وحي ولذلك أصروحة الوحي الثاني لم تطرح قبل الشافحي ما حد طرحها أبدا أول واحد قال ولسن سبعمائة وسبعين ميلادي وكل علماء الحديث في العالم العربي جاءوا بعده وباشرة بعده عندما قال أن السنة وحي ثاني يعني كتاب مخدس فأعطوا حق لمحمد بإلغاء القرآن وبنسق القرآن والتشريع الجديد وأعطوا كل شيء أعطوا الحق بكل شيء وأعطوا أضافوا له معجزات كمعجزات المسيح ومعجزات كمعجزات موسى هنا تحول المركز الدين الإسلامي فماذا حصل كيف النبي والصحابة مارسوا الحياة كيف مارسوا الحياة في القرن السابع كيف عاشوا فهذه الممارسة للحياة عندهم تحولت إلى دين وهذه هي مشكلة كيف مرست الحياة العادية اليومية في القرن السابع تحول هذا إلى دين ونريد أن نعممه على أهل الأرض هذا مستحيل لذا أعادت بعملي أعادت المركز إلى المصحب مركز الإسلام هو الله والتنزيل حكيم وليس محمد محمد هو مبلغ واستهد للقرن السابع وهو مبلغ وأو تحداكم أن يكون محمد شرح آي من المصحب ولا شرح ولا آي لأنه يعلم أنه لمن هذا المصحب ويعلم لأنه لم يستحق الآن نريد أن نقرأ التنزيل الحكيم بعيوننا لا بعيوننا بغير وأن كل أقوال الرسول هي وسائق تاريخية هي وسائق تاريخية على رأسنا وعيننا وهي ثراثنا ولكنها تاريخ غير ملزمة لأحد غير ملزمة لأحد ولكن وعندما قرأت المصحب وأخذت الأحكام من المصحب حكام القتال والجهاد والعنف وكل الأمور والزواج والطلاق والإرث ما علاقة الفقهفية مصحب شيء تاني تماما شيء تاني تماما وتبين أن أساس الحياة هي التعددية وليس الوحادية أنا أقف عند هنا أعطيكم هذه الفكرة من أين أتى هذا الإسلام الذي نعيشه من أين أتى وكيف وصل لنا وكل هذا دونا بعصر التدوين تم التدوين على هذا الأساس وهذه الملاحظة انتبه لها نصر حافظ أبو زين ومحمد أرجون الكل انتبهوا أن المشكلة عند محمد بن إدرير الشافحي المشكلة عنده تشيلوا كتاب الرسالة غيروا أصول الفقه يتغير كل شيء شكرا لك شكرا لك المشكلة 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 لك هذا هو изم Allah وإنطلق elegante لك المشكلة رائعي للتعب لcanуют وتعب رائعاك هذا يطلق علىrik المشكلة 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 أن تكون مؤكساً الصحيح لأنه ، وإن ثابت بشأن ، من يوم ، حتى يمفوط أو غير ، فالشيط هذه أكثر عاملتنا نفسنا ، ولكن أنا الله ، للمساعدة عليك القرارة ويجربة توجد نفسه de connaissances modernes afin de mieux comprendre le Coran et de méditer sur ses sens d'innover un style de réflexion de cette raison arabe cet objectif appelle de ses vœux nos sacrifices car lorsque l'esprit arabe deviendra critique dans sa manière de réfléchir, il sera alors capable d'être rationnel concernant la réalité sociale là, il pourra réfléchir par lui-même il pourra produire de la connaissance et de contrôler son présent pour mieux construire son avenir en toute confiance voilà ça résume un petit peu son introduction أيها السادة والسيدات أيها الإخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته يسعدني جدا ويسرني كثيرا أن ألقي على مسامعكم بادئ لبدء كلمات موجزة مختصرة وأعبر لكم من خلالها عما يختلج بين جوانح صدري وما أحس به في مكنونات فؤادي وأنا متواجد على المنصة في هذا الملتقى ملتقى كرسي معهد العالم العربي الذي سوف يعطي للفكر العربي دفعة ليخرج من وحله ومن نزقه قد طلب مني من العبد الفقير أن أنشط وأقدم والأستاذ الفاضل محمد شحرور غني عن التعريف وعن كل تقديم نحن سعداء بأن في مدينة الأنوار أن يكون فكر نير مثل فكر الأستاذ محمد شحرور ولعل محمد شحرور من سلالة الذين أتوا هنا في بداية القرن التاسع عشر حيث كان أحدهم قد ألف كتاب عنوانه تخليص باريس في تلخيص باريس تخليص باريس في تلخيص باريس ونحن في بداية بعدما أكلنا عقدا ونيفا من القرن الواحد وعشرين لنا الأستاذ الفاضل محمد شحرور إن محاضرته سوف أكيد تكون قيمة وكانت لنا نبذ منذ قليل قبل الاستراحة من فحو هذه المحاضرة وبعد إلقائه لهذه المحاضرة ونحن كلنا نكن له كل العرفان لإلقائه علينا هذه الدروس وهذه المحاضرة تكون رد فعلين على مستوين الأستاذ الفاضل الإمام الشيخ طارق أبرو تكون له لا أريد أن أقول تعقيبا ولكن ردت فعل أولية وثانيا الأستاذ الفاضل الدكتور آسيا العويل أيضا الوعيل سوف أيضا تحت رأيها فيما كان قد تفضل به الدكتور الأستاذ محمد بن ديب شحرور الأستاذ محمد بن ديب شحرور من مواليد دمشق لا أريد أن أعطي السنة لأن هذا يعني أنه كان من الذين صهروا منذ نعومة أطفاله على طلب العلم تكوينه تكوين علمي بحث بدء وبعده قد زاوج هذا بدراساته في كل حقل الإسلاميات وعلم اللهوت ودراسة القرآن لغويا ومعنويا وكل ما يتعلق بدراسة القرآنيات بعد بعد إصداره الكتاب والقرآن الكتاب والقرآن الذي كان له رواجا كبيرا وكل مقالاته وكل كتبه تتعلق بالعقل العربي في تاريخ الإسلام أريد أريد أيضا أن أقول كلمة فيما يعتبر بالثالوث الذي يعاني منه العرب والمسلمون بصفة عامة الجهل المقدس والجهل المؤسس والجهل المركب ولكن مدام خادمكم ليس هو الذي بصدد لقاء المحاضرة سوف نتطرق إلى هذا الثالوث في فرصة أخرى أما الآن فالكلمة للأستاذ الفاضل يتطرق إلى موضوعين همين موضوع العلقة مع الآخر الأخلاقيات في التراث الإسلامي وخاصة كيف نرى وسائل العصرنا وسائل الفكر المعاصر وكيف يكون التمد وكيف مثل ما قلت في بداية تدخلي أن نخرج من هذا النزق ومن هذا التزمت ومن هذا التطرف ومن هذا التحجر الذي نعاني منهم كلنا وندخل ركب الأنسنا والحضارة مع جميع ابناء البشرية كلها فتفضل فضيلة الأستاذ مشكورا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه الدعوة مرة ثانية وأريد أن أقول أنا هناك من استغرب من طروحي لأفكاري وأول من استغرب هذه الأفكار هو أنا هو أنا أنا أول من استغرب يعني 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 عندما بدأت في الدراسة حتى عام 1982 لكتشفت الفرق بين القرآن والكتاب وقلت وقلت في نفسي هل من المعقول أن يمر كل هذه القرون ونحن لا نفرق بين القرآن والكتاب وبالتالي كيف فرقنا بني النبوة والرسالة أنا أصبت بالأرق كذا شهر عندما اكتشفت هذه العملية ثم صزيمت مرة أخرى عندما اكتشفت الفرق بين الإسلام والإيمان وكل هذا لأننا أخذنا ديننا من المرويات ولم نأخذهم من المصعب هذا كل السبب أكبر خدعة أصابتنا وعزلتنا عن العالم هي خدعة بنية الإسلام وعلى خمس هذه خدعة بنية الإسلام وعلى خمس وقرأنا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي إير الإسلام دينا فالن يقبل منه إذن نحن الأم الناجية وكل الناس كفار عن نار من الآن عزلنا أنفسنا عن العالم وصرنا أحاديين تماما ووقعنا في هذه المشرة كيف نعترف وكيف نتعامل مع الآخر بينما في المصحف يقول يفرق بين الدين والملة قال لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ولم يقل دين هناك دين واحد هو الإسلام كل من يؤمن بإله واحد فقد دخل الإسلام رغم أنفي وأنفكم كل من يؤمن بإله واحد فقد دخل الإسلام رغم أنفي السميع إضافة لهذا الإيمان العمل الصالح فهو من المرضى عنهم وهو من المسلمين كل من أضاف إلى إيمانه بالله إيمانه بموسى فهو مسلم يهودي وكل من أضاف إلى إيمانه بالله إيمانه بعيسى بن مريم فهو مسلم نصراني وكل من أضاف إلى إيمانه بالله إيمانه بموسى فهو مسلم بوذي وكل من آمن بمحمد بن عبد الله بالإضافة لإيمانه بالله فهو مسلم مؤمن لذا عندما ندخل خطيب الجمعة في كل مساجد العالم وعندما يقول يد يقول الله مخفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أريد أن أسأل هذا الخطيب ماذا تقصد بهذا من هم المسلمون ومن هم المؤمنون المسلمون بتوع ربنا والمؤمنون بتوع محمد لذا عندما خاطب أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن تولوه فقولوه اشهدوه لأهل الكتاب عنه اشهدوه بأننا مسلمون أنا وياكم مسلمون يعني الإسلام هلي بيني وبينكم لذا قال عن أهل الكتاب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أعتناهم الكتاب هم به يؤمنون وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يتون أجرهم مرتين مرة على الإسلام ومرة على الإيمان فنحن أتبع محمد نحن المسلمون المؤمنون لذا قال عن الملال هذه ملال إن الذين آمنوا بتوع محمد والذين هادوا بتوعيسة والنصارى بتوع موسى والصابئين من صبع عنهم والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء سيد هذه القاعدة الله سبحانه وتعالى اعترف بالتعددية الله اعترف بالتعددية إنه هذه موجودة لذا قال لم يضع بينهم المسلمون ما في الذين أسلموا ولم يضع بينهم المنافقين ولم يضع بينهم الكفار لماذا؟ لأن المسلمين موجودين فيهم كلهم والمنافقين موجودين فيهم كلهم والكفار موجودين فيهم كلهم يعني كلهم فيهم كفار وكلهم فيهم منافقين وكلهم فيهم مسلمين لذا قال وضع هنا في التنزيل حكيم إيمان الإيمان الأول والذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان الثاني وآمنوا بإيمان نزيل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم أي أن الإيمان بمحمد يجب ما قبل لا نقول الإسلام يجب ما قبل لا يوجد شيء قبل الإسلام حتى يجب أطلا الإيمان يجب ما قبل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم اتنين من رحمته أبو الله ورحمة ثانية كفلين من رحمته دائما ليس عليكم جناح لا يشع НА الذين آمنوا شئناح فيما تعملوا إذا ما اتقوا آمنوا أعملوا صالحات إذن التقوى الأولى والإيمان الأول ثم التقوى آمن إيمان الثاني والتقوى الثاني الإيمان الأول إيمان بالله الإسلام والتقوى الأولى تقوى الإسلام الإيمان الثاني إيمان بمحمد التقوى الثاني تقوى الإيمان ثم التقوى أحسنه إذا التقوى الأحسن نتج مع التقوى الإسلام مع تقوى الإيمان تقوى الإيمان في الشعائر تقوى الإسلام في القيم القيم الأخلاقية هي تقوى الإسلام والشعائر هي تقوى الإيمان والإسلام دائما قبل الإيمان نحن وضعنا الإيمان قبل الإسلام وضعنا الصلاة والصوم إلى آخر أركان الإسلام المزعومة لا يوجد فيها أخلاق الأخلاق هي الموجودة لسبب الكذب هو من إفطارهم في رمضان أهم من الكذب بكثير صح هذا صح هذا اللي يعيشينا تقوى الإسلام هي صراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سهلة فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم بلعلكم تتقون والصراط المستقيم هو الوصايا العشر الصراط المستقيم هو الوصايا العشر التي جاءت في سورة العنعام عشر وصايا المطلوب في المستمين تجنب المحرمات المحرمات أربعة عشر ومع ذلك غير محرم جعلوا لنا مئات المحرمات جعلوا لنا مئات المحرمات المحرمات أربعة عشر فقط فقط لا غير الوصايا العشر منه الوصائل عشر عشر منه فعندما نصحح مفهوم الإسلام أن القرآن الرسالة المحمدية اعترفت بالتعددية إن الله يقصر بينهم يوم القيامة إن الله على كل سيد سيد ما في أحد يقصي أحد حساب كل على الله أما الملة قال لنقع اليو ما هي الملة أول يقلونا ما هي الملة لنقلكن الأساس من الملة فعل واحد الملل هاي الملة من الملل إنه لا مللني كيف يعني مللني أنا قلت لك عندي سبعة الصبح قلت لك قلت لك روح تاعد الظهر رهد قلت لك روح تاعد العصر رح تاعد العصر قلت لك روح تاعد المغرب رح تاعد المغرب قلت لك روح تاعد الشيء رح تاعد قلت لي أمللني الشعائر لأنه هي ملل لأنه تاكر الشيء الذي يكرر هي الملة ما هي الشيء الذي يكرر عنها والصلاة 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 والصوم دا كل شيء يبدأ لك صوم رمضان كل شيء هاي اسمها الملة لأسو قال له إذا كان أنت ساويت معناتها ما عاد من المؤمنين قال له مظلوط هذا صح أما لا علاقة أما إليك بسا لأنه كان ملتون هي الوصايل العشر يعني يعني إذا اتبعت الوصايل العشر غلط لا مغلط مطلوب منك تتبع الوصايل العشر الوصايل العشر موجودة عند اليهود والنصارى والمؤمنين موجودة عند النهي من الكلب وهي رأس الإسلام وهي التقوى الإسلام فيها تقوى الإسلام هذا تصحيح هذا يجعلنا نقبل الآخر ونعيش على الآخر الآن مفهوم تاني كتير وسيء استعماله مفهوم الكفر والله فلان كافر تكتوى بوها لكل يعني الكفر كونه المصطلحات الإسلامية أنا عم بحكي لتملوا قلولي يعني أنتو بتقلولي إنتو وقف ماشي واشي أنتو بتقلولي متاقف أنا عندي كتير لأنه سيد الفاضل أنا نحن نستمع إلى محضرتك وتدخلك بكل امتنان وبكل شغف أيضا ولكن في بعض الأحيان لابد أن نستجيب إلى متطلبات الوقت فلك أيضا متسع من الوقت إلى غاية الساعة الثانية وثانية عشر وخمس دقائق أو عشر دقائق فلك الوقت ونحن نقتنم هذه الفرصة وتواجد بيننا المصطلحات التي وصلتنا وضعت في عصر التدوين في القرن الثامن والثالي أو القرن الثامن بالذات وضعت في عصر التدوين كل شيء وصلنا عن الإسلام كمصطلحات إسلام وإيمان وإن الإسلام وعلى خمس والكفر والجهاد وجهات الطلب وجهات الدفع كل هالأمور هذه صيغت في القرن الثامن والثالي الثامن والثالي لأن الشافعي وليت سبعمائة وسبب الشافعي وليت سبعمائة وسبعين ميلادي يعني بآخر القرن الثامن التاشع صيغ الإسلام وقت الصيغ في ظل دولة قوية جدا ووضعت المصطلحات لتتناسب مع هذه الدولة وكانت متناسبة معها وخاصة مصطلح الرد والكفر والحرابة وكل هذه المصطلحات وضعت في ذاك الوقت كفر باللسان العربي كما وردت في المصحب يجب أن تقول كفر بماذا يعني كلمة كافر لوحدها لا تعني شيء كفر بالضبط معناته كفر بالضبط بالانجليزي كفر بالعربي كفر نفت المعنى تماما يضع الفلاح البذرة في التراب ويغطيها كفر لكنه يعلم ماذا فعل هذه بذرة تفاح أو بذرة زيتون أو بذرة يعلم ماذا أنا أعطي رأي أنت لا تريد أنت تسمع ماذا أعطي ولا تريد أن أن أتكلم وأنت واقف ضد رأي أنت تكفر تكفر بالرأي الذي أنا أديته يعني هناك الآن منكم من يكفر فيما أقول من يكفر أنه هو ضد ما أقول هذه مرحلة أولى بالكفر المرحلة الثانية أنه يحقني بالسجن مشان يغطيني أنه كل صوتي يصل للناس أنه أنا أحكي مع والناس تسمعني هذا حق كفر هذا سجين الرأي سرناء الرأي بالسجن هذا كفر أنه كفروا برأيهم فوضعه في السجن كي لا يتكلم مع الناس والناس تسمعه ثم المرحلة الثالثة البطش استعمال العنف استعمال العنف لا يمكن أن تكون هناك حرب بين الطرفين إلا إذا كانوا كفار في شيء ما بينهم لا يمكن أن تقع حرب إلا بين الكفار لا يمكن الحرب العالمية الثانية وقعت بين هتلر والحلفاء هتلر كافر بما يريدون الحلفاء والحلفاء كافرين بما يريدون وطير معركة الجمال بين الكفار كل واحد كان كافر بحق الآخر بالسلطة كان كافر بحق الآخر بالسلطة بحق الآخر من كافر تقول أنك فلان كافر 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 بماذا؟ أنا كافر بوصول الفقه التي وضعها محمد بن دريس السعفي أنا كافر بها ولا أخفي ذلك والكافر لا يخفي نفسه الكفر لذان مقال والشرك لذان وحال ما حدا يقول عن حاله أنه أنا مشرك حتى المرشكين قالوا لا نحن مشركين وعاك ما حدا قال يعني ما حدا أفؤل أنا مشرك اطلاقا المرشكين كيف عبروا عن أنفسهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتهم هذا المرشك وإن على أسارهم بس وما يقول أنا مشرك بينما هناك من أهل الكتاب ومن المرشكين من كفر وهناك من لم يقول أي أنا من اتخذ ما قف عدائي من محمد من أهل الكتاب ومن المشركين وهناك من لم يقف بقي من أهل الكتاب وبقي غير من المشركين لذلك قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قال le يعني الأغلبية الصامية ما صد northeast أمي ذهل يكفر من المسيكين قال له أبو لهاب وأبو جهلوها. هؤلاء الذين كفروا من المسيكين الكافر ما في غطي حاله الكفر ما قال لا سؤالك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لأنه بلا قال قال يعني الكفر ما في غطي حاله مقفه هو موقف علني ضد شيء ما هو ضد شيء ما والكافر لا يخفي نفسه أما الشرك لا يمكن لإنسان أن يقول أنا مشرك وعندما يتحدث عن بل الوالدين وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك بي يعلم لكن كيف كان الله حدا سمع أب عم يقول له لأبن مشرك في الله ما ما بسحي ولا من أحلم حدا في أولا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك جاهدك يعني عملوا جاهدون ورعد عندهم تشرك بي الله هاي عم يحكي على السبات وعلى عبادة الآباء فهل ناحية هي التفريق بين الإسلام والإيمان وبالتالي وبالتالي لم ينظر فقهائنا ويفسرون إلى التاريخ يعني القصص القرآني يا سادة هو تبسير التاريخ بالقصص القرآني في عصر الأمومة وعصر الأبوة وعصر المساواة بالقصص القرآني عم يقول لنا كيف تطور الإنسان كيف زلال الأنعام كيف بنى عم يعطينا مراحل تطور التاريخ هذا القرآن هذا القصص القرآني اللي عم يعطينا يا ما ما مرت فسر التاريخ قال لك كل مجتمع بذور مجتمع يحمل بذور فنائي في ذاته أستاذ ميشيل مصحيك أهل كبير؟ القرآن ما رأيه؟ بتفسير التاريخ هو عطاء قانون التاريخ كل مجتمع أحادي يحمل بذور فنائه في ذاته وكل مجتمع تعددي يحمل بذور تطوره في ذاته هذا القرآن هذا القرآن هكذا أقول لك يا كل مجتمع أحادي حتى تشرفت مجتمع هل يصل الصباح عد هل يصل الصباح أعرف أن هذا مجتمع هالك هالك لأنه أحادي صار كل مجتمع أحادي يحمل بذور فنائه في ذاته الاتحاد السوفي إحصار مجتمع أحادي وحادية الطبقة يحمل بذور فنائه في ذاته أحادي القومية مازيه يحمل بذور فنائه في ذاته وحادية المذهب يحمل بذور فنائه عندما تتحول أحادي إلى أجيولوجيا الهلاك لا بد منه والآن في البلاد العربية أحادي يقاتل أحادي وأحادي أحادي أحادي يقاتل أحادي هذا القرآن القرآن قال لك المجتمع والمجتمعات التعددية التناقض الرئيسي إلى أن تقوم الساعة حسب القرآن هو بين الأحادي والتعددية هذا التناقض الرئيسي إلى أن تقوم الساعة والنصر دائماً ليه؟ التعددية والتعددية وكل مسمع تعدد يحمل بذور تطوره في ذاته وآلية تطوره هو حله لأزماته يسعب أزمة يحلها ليس عندما يتطور هذا التعريف وهيك القرآن وهيك محمد بن عبد الله وحيله وهيك إذا بالقرن السابع هذا كلام بالحرب مكتوب من الله صحب بالحرب بالحرب الواحد مكتوب وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مصطورة القرية هي المجتمع الأحادي يا سادة فرطوة القرية هي المجتمع الأحادي تقول قرية زراعية قرية أولمبية يعني أولمبيين قرية سياحية يعني بس سياحة فيها قرية زراعية يعني بس مارسو الزراعية تنزل إلى المدينة يقول لك فيها نزار وحداد وخباز وكذا يعني المدينة المدينة تقوم التعددية أقروا المصحب تجد أن تكون فيها أكثر من رأي يقول لك مدينة ويكون واحد يقول لها قرية هل تعلمون لماذا أهلك الله قوم لوط لأنهم قالوا أخرجوا من قريتكم لأنهم لم يقبلوا الآخر لأنهم لم يقبلوا الآخر لا تركوا لا تتساوي لوط ونحن في الدول لا تتساوي مثل الحاكم لا تتساوي لا تتساوي أخرجوا لأنهم قالوا لا هذه القشة التي قسم الزراعية في عصر القرى من نوح إلى محمد اسمه عصر القرى بالمصحب كان تعدد الآلهة وأحادية المستمع كانوا يجوا الرسول اللي يعدلوها جاء محمد بن عبد الله وختم مستمع القرى وقال ما كان ربك ليه لك القرى حتى يبعث في أمها رسولك وليش مكة أم القرى هل تعلمون لماذا لأنه مكة أخدم أحادية في العالم لأنه مكة فيها أحادية بدأت تروح وتحرم وفوق وتسعى هذا اللي مكة هذه الأحادية تبعا قالوا هي أم القرى قالوا هي الوحيدة اللي الله حفظها لأنه الأحادية في أم القرى الله اختارها لم يختارها الناس لهذا قالوا هي أم القرى طلع أم القرى لا تصلح للمدينة راح وروح برا طلع سوا شماها المدينة وأقر التعددية وضحيت لا تسبب قالوا قالوا الروح حارب أهل القرى يا الله ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى قالوا أي أهل القرى قالوا العن أبو ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى لا سبب وما كان ربك ليه للقرى حتى يبعث في أمها رسوله بعثوه وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا سجدا كان ذلك بالكتاب المصولى هذا قانون التاريخ أنه من محمد إلى أن تقوم الساعة القرى تتحلك ما في مزال كيف تتحلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثرفيها ففتقوا فيها بحق على الغو فزمرناها تدريمة قالوا أي مجتمع أحادي أن يكون في صبقات المترفين لا بد لا بد منها أعرفوا من المترفين؟ أعرفوا من المترفين؟ لم تغنيان ثم الأخير في مجبن زوجهم ليس مجددا المترفين هو فوق القاتن فوق المسائلة هذا المترف أعرفوا؟ فوق المسائلة لأنه فوق المسائلة يصبح غني في الموق overweight الحزب الشيعي كان المترفين لأنه لا يبدو أن يقوم بوحدية الطبقة، يجب أن يكون ديكتاتوري. إنه ضروري، لأن الوحدية تتطلب نظام ديكتاتوري، أي وحدية، مهما كان نوعاً. مهما كان نوعاً، الوحدية تتطلب ذلك، والنظام هذا يعني فيه مترفين. وقال له المترفين، قال له المترفين، هل فوق المسائلة؟ هذول سبب الدمار؟ صح يا أستاذ ميشيل، أم صح؟ مهني، يعني صدق الله العظيم أم لا؟ نرى صدق الله العظيم، نرى عطيه قانون التاريخ، وهن عطى قانون التاريخ، وهذا أخر كتاب سيكون نظرية الدولة في القرآن فيها نشوء المدن وهلاك القرى، هيك عنوان الكتاب، نشوء المدن وهلاك القرى. هذا لأول مرة نبحث بخضية الدولة بفكر إسلامي، بفكر عربي. وشكراً كثير جزيلاً أن نتحملتوني. شكراً 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 جزيلاً، ونحن بسدد أن نتحمل أكثر من هذا بكثير. أنا جاهز. والحمد لي، حضرتك جاهز، ونحن جاهزون أيضاً للإصغاء، ومثلما رأيت أن الجمع الكريم كان كله إصغاء، في الحقيقة أعطيتنا أكثر من بسيس من الأمل بعدما رزئنا في تعطيل الفكر العربي الإسلامي، حيث أن المصابة كان جلل، والخطب عظيم، والرزء هائل، أما الآن أصبح الأمل كبير. مدام حضرتك موجود وجاهز، كان لنا، ونطلب من المنظمين والساهرين، وفضيلة الأستاذ المدير العام موجود هنا، أن في داخل إطار كرسي المعهد العربي، أن تكون لنا ملتقيات ومحاضرات من هذا القبيل ومن هذه النوعية، فالأمور عديدة، حيث أن كتاب تجفيف منابع الإرهاب، كتاب الحاكمية أي دين والسلطة من منظور إسلامي، القضايا التي تتعلق بنمط المعيشة، نحن نعلم أن لك أراء جريئة ووجيهة وثاقبة، وتمحصون الأمور فيما يخص قضايا الحجاب وقضايا ارتداء المرأة، يعني أمور تانوية فيما يخص ما سميته منذ قليل، بالعصرنا والأنسنا وركب الحضارة. أنا لست هنا للكلامي، بل لإعطائي الكلمة أولاً لأستاذ طارق، شيخ فاضل ووجيه، وذو فكر تاقب، وله أيضاً مؤلفات، لإعطاء كلمة رد فعل ما تفضلت به، ومع كل الإجلال والتكريم والاحترام، لأستاذ آسيا، يكون لها شرف إنهاء هذه الجلسة. أستاذ طارق تفضل، مشكوراً. أولاً شكراً على هذه المداخلة الشيقة للأستاذ شحرور، وأنا لا أحب ردود الفعل، وإنما مساهمة متواضعة، ربما. طيب، أنا مخطئ ومذنب، وكفرت بتقديمي الأستاذ الفاضل، الشيخ طارق، الشيخ طارق إمام وجيه، في طارق أبرو، من الإبريز أيضاً، هو من الذهب، ومن الذهب الخالص، ذهب أخلاقياً، وخلقياً، وكرماً، وهذه شهادة أعتز أنني أقولها أمامكم، فالإمام طارق أيضاً الأئمة، الوجهاء، وأيضاً من المفكرين، داخل المجتمع الفرنسي، وللشريحة أو المكونة الإسلامية داخل المجتمع الفرنسي، لأنني لا أريد أن أتكلم عن الجالية، لأن الجالية من الجلاء، بل هي ثابتة هنا، وهي لها كل المواطنة بوجبات المواطنة، وبحقوق المواطنة، مع احترام كرامة الإنسان في كل مكونات المجتمع الفرنسي، تحت غطاء الجمهورية، وغطاء العلمنة، أو ما يسمى بالعلمنة، وهذا أيضاً ربما يكون موضوعاً لنتكلم فيه فيما بعد، كنت أسهر على أن كلمتي تكون موجزة، ولهذا قصرت في تقديم الأستاذ طارق أبرو، طيب، 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 هو من المسلمات أن كل ما يقوله الإنسان على النص الديني، أو عن الله، إنما هو قول بشر، وتفسير النص ليس هو النص، ولا يحيطون به علماً، فالنصوص محدودة، والمعارف ممدودة، ولذلك قال، وقل رب زدني علماً، ولم يقل رب زدني وحياً، ومع أنه رسول، من المفروض أن الرسول يدعو الله أن يزيده من الوحي، لكن الوحي مهما أطنب في التفصيل، قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي، طبع المعارف ممدودة، غير متناهية، وهذا مراد الخالق، يعني النص الوحي محدود، لكن العقل يعني ممتد، لأن آيات الله في القرآن، وفي الآفاق، وآفان نفسه، يدعو الله، فالفهم عن القرآن ليس بالضرورة، هو الفهم عن الله، ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون بشيء من علمه، إلا بما شاء، فهذه مسلمة، كل ما نقوله عن الله وعن كتابه، وعن القرآن، هو نسبي، يخضع إلى البيئة المعرفية الذي يعيش فيها الإنسان، وهذا شيء مشروع، أن يفكر الإنسان في إطار بيئته، بما نسميه الأبستيمية، كما فهم الأولون القرآن في عصورهم، وعلى حسب ما وصلوا إليه من العلوم، نحن كذلك علينا، كما يفعل الأستاذ، أن نفهم هذا الكتاب، بقدر ما أوتينا من العلوم، قد أتفق معه على كثير من النتائج، وقد أختلف معه في المنهجية، في الأبستيمولوجية، أنا منهجية تواصلية مع القديم، ومن وقت، ولا أحب القطيعة والابتداء من الصفر، لأن المعارف تتكاثف، والعقل الإنساني مهما استقل برأيه، فهو محتاج إلى معارف جمائية، لكن عليه أن يستقل، قل إنما أعدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثناء وفرادا، ثم تتفكروا، في بعض الحيان نحتاج إلى عقل فردي، وفي بعض الحيان نحتاج إلى فكر تجاذبي جدلي، لنصل إلى الحقيقة، طبعا التشرف لأستاذنا، أنا فقط معاقب، عندي نظريات بالطبع، قد أختلف في كثير من جوانبها مع أستاذنا، لكن النتائج في قضية الإرد، في قضية الكافر، ذكر القضية الكافر، أنا أظن أن الكافر من كفر برسول في زمانه جحوداً وكبرى، وقد أصل معه إلى نفس النتائج، هناك كافر جحود، وهناك كافر عن جهل، الكفر ليس جريمة في أصله، لا جريمة شرعية، ولا جريمة في اليوم الآخر، وإرتنا القديم مملوء بالآراء المختلفة، لا ينبغي أن نقدم الإرت القديم أو الثورات، كأنه أحادي المعرفة، بين الأشاعر والحنابلة في مسألة أهل الفترة، والذين يصلهم نبي وكذا، كلام طويل وعريض وممركب ومعقد، أنا أظن أن بعض الحداثة في فكر الإسلام، تركناه وراءنا فيه من الحداثة، والتركيب، والتعقيد، والنسبية في التفكير، فأنا أظن لا ينبغي أن نحلم أنفسنا من هذا الأرض العظيم، فكر الرازي، فكر الغزالي، فكر التيمية، في قوله في النار، أمور عجيبة وغريبة لو ذكرتها، للمعاصرين اليوم لكفروه، وقد تجد للعالم الواحد خمسة أفكار متضاربة، لأن الفكر في القرن الوسيط كان فكر دينامي، كان متحرك، فالعيب فينا نحن ليس فيهم هم، الشافع اجتهد في وقته، وحنبل اجتهد في وقته، والأشاعر اجتهدوا في وقتهم، وفي بيئة معارفهم، بل نبشوا وأحيوا ثورات الإغريق ليتفاعلوا معه، بعد أن دفنوا البيزنطيون، كانوا يبحثون على الخلاف، كان فكر جدلي، علم الجدل، علم الخلاف، كانوا يبحثون على المخالف، ما يسمونه بالزنديق، وكانوا يبحثون على الملحد، يتكلموا معه، كان فكر بالطبع تاريخنا فيه الأسود وفيه الأبيض، لكن لا ننبغي أن نضعه في سلة المهملات، ونبدأ من الصفر، نحتاج أن نواصل وتجديد، والذي يذكره الأستاذ شحرور جدير بالانتباه له، وعلى العلماء الكلاسيكيين والرسميين والتقليدين أن يستمعون مثل هذا الفكر، لأنه يعني يحور الانتباه إلى أمور من قبل، وشكركم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ طارق، مثلما لاحظتم بدأ مداخلته بهدوء، وبعد برهة من الوقت تحمس، فأشهد أن طارق هو خطيب جهبد محري، مفوه حينما يتحمس، فننتظر أنه يثرين أيضا بتدخلاته في كثير من المجالات، قد لحظت أنه قال قد أختلف مع الأستاذ الفاضل في نقاط، فنحن نرى مدى هذه الاختلافات لنستفيد من الرأيين، ولكن سوف يأتي هذا ربما في مناسبة أخرى، وأعطي الكلمة للأستاذ الفاضل الدكتورة أسيا الوعيل، التي هي متخصصة، بالفرنسية حينما نقول عن أحد أنه متخصص، هذا معنى أنه يحيط تقريبا بكل شيء في أصغر شيء، ولكن لهذا لا أريد أن أقول أن الأستاذ متخصص، بل هي ملمة ومحيطة بهذا الفكر الجديد أو المعاصر فيما يتعلق بالإسلاميات أو الدراسات الإسلامية، وخاصة بما يتعلق بفكر الأستاذ محمد شحرور، فننتظر منها أنها تعطينا رأيها، وتعقيبا أيضا على ما قيل من طرف الأستاذين، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أود التعريف بنفسي، أنا آسيا وعيل، طالبة دكتوراه بمنفلي، ومحررة ومساعدة علمية للدكتور محمد شحرور، أولا يسعدني أن أتقدم بخالصي، شكري وتحياتي لفريق محر العالم العربي، الذي افتتح لنا هذا اليوم، أبوابه حتى نجتمع سويا. سوء، 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 ألو؟ آسفة على الميكروفون، كما قلت، أنا آسيا وعيل، طالبة دكتوراه بجامعة مونفلي، والمساعدة العلمية والمحررة للدكتور محمد شحرور، وفي هذا المقام يسعدني أن أقدم خالص تحياتي، وشكري لفريق محر العالم العربي، فقد افتتح لنا أباوه اليوم، لنعمل جميعا سوية للبحث في الوضع المأساوي الراهن، الذي يتخبط فيه الفكر الإسلامي، ومن ثم محاولة إيجاد الطرق التي نأمل أن تكون فعالة لتحديثه، للخروج من الخندق الفكري الذي نعيش به، كما أحيي الحضور الكرام على قبولهم دعوتنا للمشاركة في هذه المبادرة، التي نأمل أن تكون خطوة للأمام، لمشوار نراه طويلا لكنه ضروري، لأن المؤشرات على كل الأصعدة هي التي تنظرنا بوضع خطر جدا، يستدعي من تكثيف الجهود جميعها، من هذا المنطلق يمكنني أن أقدم تعريفا موجزا عن فكر الدكتور شحرور، رغم علمي بأنه بحقه كاملا، فمنهج الدكتور شحرور يقوم على مبدأ قراءة التنزيل الحكيم قراءة معاصرة، تهتمد على أدوات معرفة هذا العصر، في مختلف العلوم، وعلى رأسها الحديثة، إيمانا منه بأنه على الإنسان أن يكون ابن زمانه، ليستطيع التحكم في حاضره والتطلع لمستقبل أفضل، دون إهمال لماضيه، ولكن دون تقديسه أيضا، وإنما النظر إليه بعين واعية تحرص على التعلم منه، ومن تجاربه دون جعله صنما يعبد، وأذكر في هذا المقام بداياتي في العمل مع الدكتور محمد شحرور، في مرحلة كنت فيها مثقلة بالإرث، ولا أسمح لنفسي بقراءة كتاب الله والغوص فيه إلا من زاوية هذا الإرث، فكان يردد الدكتور على مسامع دائما بأنه علي أن أفكر بطريقة عقلانية عند التعامل مع نصوص كتاب الله، لأنها تخاطب العقل الذي كرم الله الإنسان به، وتكريمنا لعقولنا يتجسد في إعمالنا لها في فهم الخطاب الإلهي، فقد علمني بالممارسة العملية أنه رغم احترام الإرث، لا يجب أن نجعل منه الحاكمة المسيطر على تفكيرنا، بل علينا إخضاعه للنقاش والتحليل من منظار الأرضية العلمية الحديثة، لأن الإرث نتاج اجتهاد إنساني، أما كتاب الله فهو كتاب حي موجه إلى أحياء، يستوعب بعالميته تطور المعارف الإنسانية على مر الأزمنة، فقد رأيت في الدكتور شحرور رجل فكر، يبحث من خلال منهجه العقلاني عن مصداقية التنزيل الحكيم في الواقع، باعتباره النص الأساس الذي تبنى عليه ثقافة مجتمعاتنا، فهو حين ينظر إلى نصوص كتاب الله، ينظر إليها بعين الطبيب الجراح، الذي يحرس على الاهتمام بأدق التفاصيل فيها، لأنه يؤمن بأن هذا الكتاب الموحى من السماء، إنما يحمل دقة الكون بين ثناياه، وطالما أن خالق هذا الكون ومنزل هذا الكتاب واحد، وهو الله عز وجل، فلابد أن تتحقق الدقة في كليهما، ومن خلال خبرتي مع الدكتور شحرور، رأيت فيه المفكر المنشغل بهموم أمتنا، والمقهور على الركود الفكري الذي أصابها، لأنها عزلت نفسها عن العالم، وسجنتها في سجن الإرث، فأصبحت بذلك غير قادرة مع التطورات السريعة التي يتحرك وفقها العالم، إن غاية الدكتور شحرور من عمله، تقوم على مبدأ تقديم صورة عن الإسلام من روح الوحي الإلهي، المتجاوز للقراءة التراثية، لأنه تصور يبحث في عمق النصوص، ولا يتوقف عند حرفيتها، بهدف مساعدة أمتنا على مسايرة التطور والتحكم في زمام أمورها، وإن كانت شهادتي في الدكتور شحرور قد تحتبر مجروحة، لكوني محررته، لهذا فإني أكتفي بالقول بأنه من خلال سنوات عملي معه، رأيت فيه المفكر الذي يتحرى الحقيقة في عمله، ويحترم آراء الآخرين، ويتقبلها بصدر رحب، ولم يدعي أبداً بأنه يمتلك وحده الحقيقة المطلقة، وإن حصل وأخطأ في تصور ما، وقد عشت معه ذلك، فإنه لا يستحي من الاحتراف بذلك، وهذا ما يجعلني أكيد، يجعلني إلا الاحترام، ربما هذه الكلمات أنا حضرتها، لكني أريد أن أحكي عن تجربة الشخصية مع فكر الدكتور شحرور، بالنسبة لي الدكتور شحرور أكثر من مجرد أستاذ، فالحقيقة أنا خرجت من بيئة سلفية محضة، ربما الكل يراني هنا بمظهر المرأة التي تلبس لباس، قد نقول عليه عادي، ولكني في الحقيقة كنت سلفية، وكنت متجلببة، وكنت منخرطة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أيام العشرية الحمراء في الجزائر، وقد انطلقت، بعدما كل ما عشته في الجزائر من مقاضات دينية وفكرية، كانت قائمة على أننا يجب أن نكفر الآخر لأننا مسلمون وهم كافرون، وأننا يجب أن نحاربهم ويجب أن نقاتلهم، ولكني من خلال التجربة التي عشتها في ضمن التيار السلفي، وما انجر عنه من قتال وعنف وتخريب للملد، اقتنعت أن ذلك ليس هو الحل، وأن هذا الدين، لا أقول دين، ولكن هذا المنهج الديني المتطرف، الذي جاء من زاوية من زوايا فكرنا، الذي ورثناه عن الماضي، يحمل في طياته نوعاً من العدوانية للآخر، لأنه لا يكون معه على نفس النسق، فذهبت للبحث عن فكر آخر، يمدني بنوع من الحرية في التفكير، فتحكيت فكر الدكتور شحرور، ومن خلال تعاملي معه في الأول كنت مترددة جداً، لأني كنت خائفة من أن أفقد التراث الذي كان عندي، فأنا كنت متجلببة، وكنت أؤمن أن على المرأة أن تسطر كل جسدها، وأنه عليها أن تغضى الطرف، فأنه عليها أن لا تظهر صوتها لأنه عورى، ولكن مع احتكاكي بفكر الدكتور شحرور والعمل معه، تعلمت رويداً رويداً أنني قبل أن أكون أنثى أنا إنسان، ويجب أن أحترم إنسانيتي، وأنا في هذا المقام أشكر الدكتور شحرور على ذلك، وأبين لكم مثالاً حياً على كيفية تأثير فكر الدكتور شحرور على الإنسان، خاصة بالنسبة للسلفيين الذين يحملون إرثاً مثقلاً، ولكنهم من خلال التحاكي مع فكر الدكتور شحرور قد يستطيعون التخلص منه، وأنا أحكي عن الإرث السلبي تعقيباً على كلام الدكتور طارق، ولكن هذا الإرث السلبي مع الأسف هو الذي انتشر واكتسح العالم، فأتمنى أن تمنح الفرصة لفكر الدكتور شحرور على أنه ينشر على الأقل حتى حتى تكون هناك زاوية مضيئة يمكن من خلالها النورانية للإسلام، وشكراً لكم. عفوا، ما هو المثال الحين؟ أه، أنت شخص، طيب، طيب، فأنت، أتفضل طبعاً، طبعاً، هو الميكرو هنا موجود، ليه كلمة، ليه كلمة، نتهم الأوروبيين أنهم سمحوا بالمثلية الجنسية، ولكن أريد أن أسأل هل المثلية الجنسية في أوروبا عندما سمحوا فيها قتل أحد؟ هل قتل أحد؟ لم نقضل أحد، ولكن أريد أن أقول أننا أصيبنا بداء المثلية الإيديولوجية الذي ذهب ضحيتها عشرات الألاء؟ أيها أخطر، المثلية الإيديولوجية أم المثلية الجنسية؟ هذا سؤال. نحن نحن عندنا المثلية الإيديولوجية، رفض الآخر وأتلق. المثلية الإيديولوجية، أيها الإخوة والأخوات، شكرًا لكم على تواجدكم وأصغائكم، ونستأنف الجلسة بعد وجبة الغداء على الساعة الثالثة بالضبط حيث يكون النقاش وتجادب أطراف الحديث مع الأستاذ الفاضل ربما العبد الفقير وخادمكم سوف يكون غائبا فيما يخص الجلسة الاستئنافية لأن لي التزامات أخرى ولكن أحاول قدر المستطعن أني أكون موجودا ولولي فترة وجيزة شكرا وهي طيبة للجميع